السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير و احوالكم طيبة و مرحبا بكم في قناتكم يوميات ام هيب و ايوب مع وصفة جديدة و فيديو جديد اليوم ما ان شاء الله سوف نحضر معكم شربة بالبروكولي اللي كاتجي زوين بزاف بمكونات صحية و غنية بالفيتامينات و كاتجي كريمية على هاد الشكل اللي كتشوفوا على الصورة ممكن تعودوا بها الحريرة في الشهر الكريم او تحضروها كوجبة عشاء في الايام العادية زوينة بزاف و اهم حاجة انها ما كتتاخدش بزاف ديال الوقت سريع التحضير دقائق و كتكون يوجدتها حتى الاخر لحظة يقرب الفطور في رمضان و تنودت وجديها و كاتجي زوينة بزاف و خطيرة في المداق و اللي شربها عندك غدي سولك عليها مبقاوا معي حتى الاخر لكي تعرفوا على المقادير و طريقة التحضير بسم الله على بركتي الله كنحتاجوا في هاد الشربة اليوم ان شاء الله عندي هنا ربعة القيطاع كيفما تشوفوا بروكولي و عندي جوج حبات الكوغجات اللي غسلتهم حيط لهم الراس و عندي واحد الحبه بواروت اي غسلتها و عندي واحد شوية بواروت ايضا بواروت و هادو هما الخضر اللي غدي نستعمل في هاد الشربة اليومة و بالنسبة لتوابيل كنحتاجوا واحد المعلقة دي الزبدة واحد ريس دي التومة و شوية دي الملح و شوية دي الابزع هاد الشربة كتجيزوينة بزاف و كيفما قلت لكم سريعة التحضير تبتلو بيها في رمضان ما نبقوش كل نهار كنديرو الحريرة الحريرة مره مره هكاية نغيرو نديرو الشربات الي كونو صحيين اول حاجة غدي ندير فالطنجراق وهي الزبدة ممكن تديرو زبدة حيوانية او ممكن تديرو زبدة دي البواطا اللي عندكم توفر غدي تستعملو بالنسبة الناس اللي كيديرو القنور ممكن تضيفو قنور دي البقري تا هو كيجي فيها زوين بزاف انا عندي هاد الكنور هادا او لهاد المنسب دي الخوضار كندي نحضر بي غير الشوربات دي الخوضار كيجي زوين بزاف غدي ناخد غير النصف ديالو غدي ناخد واحد المعلقة او معلقة ونصف ديال زيت الزيتون باش غدي نشحر هاد الخوضار غدي نضيف هادوك التوابيل حبة ديال التومة و التوابيل كيفما كتشوفو غير ملحة و البزار هاد شيء وما اللي كانحتاجه بالنسبة للملحة على حسب الضوق إلا كنتو غديروا الكنور غدي نقصوا شوية من الملحة بالنسبة لهاد الطامة هادي ديال الخوضار هادي انا يكن دير غير شوية منها كتجيزوين بزاف كتعطي واحد الماداق لديد للشوربات كيفما كتشوفو غير شوية منها و غدي نحتافذ بالباقي هنا اخواتي غدي نقطع الخوضار ديالنا عشوائية و غيتو تخليوهم حتى هكا كبار خليوهم كبار لانهم غدي نطيبو و منين غدي نطيبو حنا غدي نطحنوها يعني ما شي مشكل تقطع خوضوا راح تكون فيه كما بغيتو بالنسبة لهد الشوربة راها لديدة بزاف و صحية و خفيفة و خصوصا الناس اللي كيعانيوا من المصران و عندهم مشكل في رمضان يعني كتقضيع ليهم الحريرة بزاف كننصحكم بهد الشوربة تجربوها راها زوينة بزاف و ما غديش تبقى وتستغنوا عليها و خم يكونش رمضان غتبقى وتديروها كوجبة عشاء مرافقة مع شي حاجة اخرى او لا تشربوها غير هي بوحدها راها كافية غنية بالفيتامينات مكونات ديالها صحية كتجيل ديدة بزاف كيف ما قلت لكم ما تحتاجوش قح انكم تقطعوهم ممكن تضيفوهم هاكاك غادي ناخد طنجرة و غادي نمشي نشحرها واحد الخمسة ديال دقيق فوق البوطاء على عافية تكون مهيلة كنأكد على انها تكون عافية مهيلة لانه كيف ما شفتو ما كين لما لوالو كين غير طريف ديال زبدة صغير واحد شوية ديال زيت زيتون هادي نبقى هاكا نحركو بشوية بشوية حتى نشحرو هاديك الخضر ديالنا و كي ياخدو ديال نسمة ديال تشحيرة ديال 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 زبدة والزيت البلدية و عافية مهيلة مع التحريك هاكا ما كنت تاخدش بزاف ديال الوقت تقريبا ما بين انكم تغسلو الخضر ديالها وتوجدوها غادي تاخد معكم نص ساعة وتكون واجدة وتكون طيبة كيف ما شفتو اخواتي غادي نستمر انني كنحرك فيها كنشحرهم هكا حتى كي طيحو ذوك الوريقات ديال السبانيغ او لاليزيبينغ و كنرويها بالماء يكون غليان يعني الماء يكون طيب و غادي نغطيع ليها و نخليها من بعد واحد العشرة ديال دقيق كنفتح عليها كنلقى انها كتغليها كاية كنقلب الكوخ جيد كنلقاها طابت صافي كنطفع ليها و غادي نديك الساعة نخليها تبرد واحد شوية و نطحنها اخواتي هي هادي الشربة ديالي من بعد ما طابت خليتها تبرد واحد شوية و غادي نزيد عليها جوش قيطاع ديال فورماج متلات كي اعطيها واحد لدة بغيتوا تستغنو عليهم استغنو عليهم انتو ما كتعرفوا بانا الوليدات كي بعشقو شي حاجة اللي فيها كي بعشقو شي حاجة كي بعشقو شي حاجة ممكن تستعملوا المثلات او للمرباع اللي عندكم استعملوه ما عندكم ش تستغنو عليه كيف ما كتشوفو غادي نطحنها ما كتتاخدش بزاف ديال الوقت غير جربوها و راها زمينة بزاف غادي نتجربوها و غادي تولي معتمدة عندكم كيف ما هي معتمدة عندي من نهار لي جربتها و انا دي ما تنذيرها غادي نطحنها و غادي نوريكم القوام ديالها كيفش كاتجي كاتجي زوينة بزاف و كاتجي كريمية و اهم حاجة من هادش كامل و هي انها صحية و المواد اللي فيها كاملين راهم صحيين اخواتي كيف ما كتشوفو القوام ديالها كيفش كاتجي 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 اللون ديالها كله خضر غادي نحطها في زليف ديال تقديم هاد الشور بادير و ها ف رمضان راها زوينة بزاف و غادي تعجب الكبير و الصغير و بالنسبة الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي اول مرة نقول لكم مرحبا بكم و الف مرحبة ما تردوش في الاشتراك بالضغط على الزير الاحمر و فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد و الى اعجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك و من التعاليق زوينة المحفزة و بارتاجيو مع الحباب و الاصديقاء لتعم الفائدة كيف ما كتشوفو راهاكا تخرج كمية لا بأس بها رغم انني درت غير دك شي قليل و هنا اخواتي هذا هو الشكل نهائي ديال الشربة اللي حضرت معكم اليوم بالبروكولي اللي كاتجي لديدة بزاف و كاتجي زمينة و كاتجي رائعة الماضاق كاتستحق التجريبة كاتجي كريمية و خفيفة غادي تعجبكم و تعجبوا لي ذاتكم ان شاء الله و من باب التغيير ماشي كل نهار نحضروا الحريرة مره مره نغيره نوعه في الاكل ديالنا مره حريرة مره حثوه مره شربات هكاية بالخضر اللي كيكونوا مفيدين الجسم خصوصا هاد الشربة ديال البروكولي كيف مشتون مكونات ديالها راه صحية مئة بالمئة يعني ضروري ندخلوها في الاكل ديالنا و ان شاء الله غادي نشارك معاكم الشربات اللي كنستعمل في رمضان كنبدل بها هكا الروتين ديال الحريرة و اللي كيجيو زوينين كيجيو خفاف و اهم شي انهم على قد الجيب يعني مكونات متوفرة في كل بيت وسريعين التحضير بالنسبة الناس اللي كيكونوا خدامين راه ها غادي نحط لكم ان شاء الله وصفات اللي السهلة و ما تاخدش معاكم بزيف ديال الوقت و صحيين و مناسبين حتى على الجيب كيف ما كنقول لكم دائما في اطار الوصفات السهلة والبسيطة و اللي في المتناول ديال الجامع هنا اخوتي وصلت النهاية ديالفيديو و ما بقالي إلا نقول لكم بسلام عليكم الى فيديو جديد و وصفة جديدة والاقتراح جديد ان شاء الله بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه السلام عليكم و رحمة الله و بركاته موسيقى